السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعطيكم العافية نكمل الحلقة تبعتنا اليوم اللي هي عبارة عن تنزيل الداتا بيز ونشوف بعض الباكيجات اللي احنا محتاجين نستخدمها في المشروع تبعنا طبعا بما انه احنا حكينا انه المشروع تبعنا متعدد مستخدمين في عنا صلاحيات في عنا مستخدمين متنوعين ما بين إداري ما بين مشرف ما بين مستخدم عادي فمعناته احنا محتاجين بكيج للصلاحيات وكمان نبني عليها الداتا بيز تبعتنا وكمان في عنا اللي هي المقالات تبعتنا نحتاجين انه احنا نبني عليها اللي هي اليو ارل يكون مع الاس اي او وطبعا كمان محتاجين بكيجات اللي هي التعديل تبعت الصور ورفع الصور والتعديل عليها اوكي بالاضافة للبلغينز تبعت الهتش تي اميل والفورمز تبعت الهتش تي اميل اللي تسهل علينا الكود اوكي فمعناته احنا حاليا هنبدأ على اربع بلغينز او بكيجز هنستخدمن عنا في السيستم طبعا اول بكيج اللي هو تبع الصلاحيات في عنا كثير من البكيجات اللي نستخدمها في اللارافل الخاصة بالصلاحيات منها ثباتي بيرميشن في عنا ثباتي لارافل بيرميشن اوكي في عنا اللي هي زيزاكو انتراست زيزاكو انتراست في عنا السنتري مكتبة السنتري برضو لارافل السنتري لارافل اوكي طبعا كلها هيتها مكتبات قوية جدا ايش الفرق بينها ما في اي فرق لكل واحدة الها استخدماتها لكل واحدة الها الصلاحيات تبعتها لكن احنا هنستخدم في هذا الموضوع زيزاكو انتراست لكن لو نلاحظ انه يعني اخر تعديل من ثلاث سنوات صراحة انا هذا البكيج انا بستخدمه في المشاريع تبعتي وكثير يوزبل انا اخدت هذا البكيج نزلته عندي وعدلت عليه ورفعته في الموقع الخاص في ميند سي ام اس هنروح على الربو ستريز تبعتنا في الميند سي ام اس هنلاقي انه اللي هو الانتراست اوكي هنيجي عليه اوكي اوكي انا رفعته طبعا عدلت عليه انه هو يكون متوافق مع الارافل سبعة اوه اخدته وعدلت عليه بعض المميزات اللي انا محتاجها عندي في السيستم تبعي وسويت لها ابلود مرة تانية على حسابي في الميند سي ام اس اوكي فهنيجي عليها اول حاجة نستخدم الكمبوزر نستول هنيجي على المشروع تبعنا هنسوي له وكمبوزر نستنى عليه لحد ما ينزل المكتبة اوكي الان نزل لنا المكتبة خلينا نروح نكمل التنزيل تباحه والتعديل تباحه هنيجي هنا ناخد هذا الكود اللي هو openconfigapp.php and add the following to the providers array اوكي اذا هنروح على الconfig على app هننزل تحت لعند ال providers اوكي هنضيف package mincms entrust اوكي وهننزل على ال aliases كمان هنضيف الكود الثاني اللي هو entrust الفساد اوكي اضفنا الفساد اوكي في ال aliases كمان عشان نقدر نستخدم entrust في البرنامج تبعنا اوكي نرجع نشوف ايش كمان في ال setup هنستخدم اللي هي php artisan vendor publish ونختار منها config interest اوكي فنروح هنا نكتب له vendor publish php artisan vendor publish لما نسوي enter راح يطلعنا الارقام لكل ال provider طبعا بما انه احنا هنبدأ مشروع كبير فانا هسوي vendor publish لكل اشي اوكي فهختار رقم صفر اللي هو vendor publish files from all providers and tags listed below يعني 1 2 3 4 اوكي تمام اوكي تمام نرجع مرة تانية ايش بيحكينا بيقولنا افتح ملف auth.php في مجلد ال config وضيف هذا الكود تابعنا هذا الكود عندك في ال provider اوكي هنيجي ناخد الكود هذا نرجع ال config ال auth في ال provider وين ال provider هذا ال provider اعنا طبعا موجود عندنا اوكي اوكي يعني معناته بس نضيف اللي هو table اوكي ونحذف الكود فهيصير عندنا users driver illocant ال model اللي هو app user طيب في عنا هنا شغلة بسيطة جدا اوكي انه هنا كل المودل اللي احنا راح نضيفها راح تطلع بهذا الشكل وهيكون شكلها مش حلو فخلينا نساوي تابعي البسيط اوكي ننشئ هنا مجلد في الاب نسمي models capital M O D E L S انت وناخد ال user model نحطه بداخل المجلد طبعا لازم نعدل شوي تهديلات هنا اوكي هنفتح المودل تابع ال user هناخد في ال name space هتكون بدل الاب هتكون app models اوكي لانه احنا دخلنا في مجلد اسمه models فهيكون ال name space app slash models بس هنرجع للاث طبعا هنا هيبطل ان يتعرف عليه ليش لانه احنا غيرنا المسار فهنساوي هنضيف اللي هي كلمة models وبعدها slash عشان يقدر يقرأ اللي هو user class اوكي طب احنا عدلنا المودل تبع ال user فخلينا نساوي replace empath هنساوي search على app user اوكي في كل الفايلات اللي طلعت لنا هنضيف هنعدل عليها ونضيف عليها المودل مثلا زي register controller اوكي اوكي الملف اللي بعديه برضو نفس الاشي models تمام الملف اللي بعديه اللي هو user factory طبعا في بعض الملفات احنا ما هنستخدمها لكن خلينا نعدلها عشان ما يطلع لنا اخطاء مستقبلا model models و هنا models اوكي تمام حاليا بطل في عنا اللي هو app user على طول لازم نكتب model user هنيجي هنا على الآث اضفنا كلمة models خلاص هيك تمام نرجع نشوف ايش اللي نكمله في هذا البلاجين هنا بحكي لنا النقطة ستة if you want to use middleware require 5.1 او اعلى اوكي بامكانك انك تستخدم هاي الاوامر اوكي في ال route middleware في http kernel.php عشان نقدر انه نستخدمه في كامل البرخنابج تبعنا طيب تمام اوكي انا راح افتح هذا الملف واضيب في الاتواد هاي اوكي عشان اقدر اني استخدم كلمة rule اقدر استخدم كلمة permission و ability هنروح على app http kernel هنروح على middleware route middleware هاي يجي هنا واضيفه اياهن كاملة طبعا هنستدقي اللي هي mindcms entrust middleware entrust rule entrust permission entrust ability اوكي نرجع مرة تانية ال configuration طبعا في عنا config entrust.php اللي احنا انشأناها قبل شويه من ال php artisan vendor publish اوكي ايش راح نساوي هناخد الكود هذا اللي هو php artisan entrust migration هنيجي هنا نكتب الكود هذا نساوي enter هيسألنا proceed with migration creation yes or no طبعا هنكتب له yes تمام ايش اللي صار عندنا هنا انه هو اضاف لنا ال migration في ال database لاحظ انه هنا اضاف لنا جدول جديد في انا هنا خطأ بسيط هنحدث ال s انتبهوا عليها لانه انا انا يمكن اظهر عند الخطأ عندما رفعت المدل نكمل نشوف هيحكينا هنا ساوي php artisan migrate عشان نرفع ال database تبعتنا المبدئية اوكي طيب قبل ما نرفع ال database تبعتنا بدنا نساوي بعض ال models هننشئ هنا up models rule.php طبعا بما انه احنا اضافنا جدول مجلد ال models هننشئ فيه rule.php وهنضيف فيه الكود التالي اوكي هاجي هنا في ال model هقول له ضيف لي php class اسمه rule enter تمام كمان نفس الاشي هناخد المدل وهو اضيف المدل 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 نضيف عليه اللي هو الانترست طبعا هاي النسخة ما هي معدلة بعد التعديل ما عدلت الريد مي فهنروح نعدل اللي هي الانترست يوزر تريد أنا طبعا معدلها هنروح على الموديل تبع اليوزر ونشوف كيف راح نسويها هنفتح الموديل تبع اليوزر هنقول له هنا جب النوتفايابل انترست يوزر ود بيرميشنز تريد اوكي انترست يوزر ود بيرميشنز تريد بعد الفيديو هذا ان شاء الله راح اعدل البكيج وارفع النسخة الجديدة ان شاء الله مع التعديلات تمام بعد ما خلصنا من الانترست يوزر بيرميشن ود بيرميشن تريد هنروح على الكونفيج انترست .php نعدل النامس بيس تبع الكلاسز اللي احنا كتبناها هنا اب رول اللي هي هتصير اب موديلز رول اوكي هناخد هذا كوبي هنروح على البرميشن كمان نسوي له كوبي انتهينا تمام لو نروح ناخد نظرة على الديتابيز اللي هنسويناها في الانترست في عنا جدول اسمه رول اوكي هيكون فيه name display name description اللي هي الصلاحيات لكل صفحة في عنا البرميشن رول مثلا عندنا رول بدنا نسوي عليه assign عدة بحيث انه كل يوزر يكون مربوط معه الرول هذا هيكون قادر على جميع البرميشن هذي اوكي في عنا جدول الاخير وهو هذا المهم اللي انا باستخدمه دائما اللي هو اليوزر بيرميشن اللي هو انه انا اسوي assign بيرميشن معينة لكل يوزر بناءا على البرميشن مش على الرول اوكي ليش هنتعلمها فيما بعد في الحلقات الجاي ان شاء الله طيب لما يجينا هنا على الاتابيس هنا في عندي اللي هي الجدول الاساسي طبعا بدنا نعدلها ونضيف عليها بعض الفيلد الجديدة مثلا لو سوينا duplicate للإيميل ونخلي username اوكي ويكون يونيك يعني ما يكون إلو duplicate وكمان نضيف رقم الجوال هنخلي string برضو ونخلي موبايل وكمان unique اوكي في عنا اللي هو الإيميل verified at nullable في عنا الpassword في عنا هنضيف اللي هو string جديد اللي هو user image انه يكون صورة لكل مستخدم ونخلي default تبعتها nullable اوكي في عنا كمان اللي هو الستاتوس لكل user اللي هو unsigned tiny integer tiny integer يعني يا اما هو بيحتمل رقم واحد يا صفر يا واحد إذا كان صفر غير فعال وإذا كان واحد هيكون فعال نخليه status ونخلي default طبعه صفر أوكي وكمان في عنا هنضيف اللي هو البيو table text اللي هو البيو كمان nullable أوكي وفي عنا كمان option أخير إنه هذا المستخدم بده يستقبل emailات أو لا receive emails receive emails ويكون default تبعتها برضو رقم صفر وهنخلي remember token وهنخلي timestamp مثل ما هو أوكي نسوي له migrate php artisan migrate نشوف هل هل يطلع لنا خلوة أو لا أوكي تمام سوّلنا migrate نشوف ال database تمام ممتاز وهو حاليا أضف لنا جميع الجداول اللي إحنا اخترناها أوكي سوينا أول نقطة اللي هي package تبع permissions وهنشوف كيف طريقة الاستخدام لما نبني ال application تبعنا تمام يعطيكم العافية نكمل في الحق الجاية الباكيجات الباقية إذا كنت أول مرة تشوف القناة لا تنسى تشترك في القناة والإعجاب ومشاركة القناة ودعوة في ظهر الغيب ويعطيكم العافية